خليني في البداية الحقيقة يمكن احنا هنطرح زي ما قلت حضراتكم ملفات كتيرة جدا هنتكلم طبعا مطش بكرة وتوقعات وليه لكن الحقيقة في الفترة الأخيرة زي ما قلت كان فيه علامات استفهام كتير جدا وكان فيه أسئلة كتير جدا بتطرحها جماهين النادي الأهلي اللي بالمناسبة أنا حابب أشكرها ليه؟ لا أكتر من سبب الحقيقة الاستفتاء اللي احنا بنعمله لحضراتكم بعد كل مطش للنادي الأهلي وبصرف النظر عن النتيجة احنا اتفقنا من بداية الموسم من أول مباراة لعبها النادي بعد تتويجه بالثلاثية ومع بداية موسم جديد كنا عارفين ان احنا عندنا كم كبير من البطولات كنا عارفين ان احنا عندنا كاس عالم أندية عندنا سوبر مصري عندنا سوبر إفريقي عندنا دوري العام المصري عندنا نسخة جديدة من دوري الأبطال وعندنا كمان كاس مصر وشفنا قد ايه الموسم ده هيبقى موسم يعني غني جدا وبالتالي قررنا من أول لحظة من أول مطش لعبه النادي الأهلي واتفقنا كده مع جماهرنا اللي بتتبعنا من الأول واللي بيتابعونا من الأول واللي بشوفهم الحقيقة على صفحاتنا باستمرار موجودين بشكل مستمر وده فاهمين وعارفين لكن خلينا اقول اللي ما يعرفش لان فيه ناس بتدخل معنا في النص احنا متفقين من أول مطش ان احنا كل المباراة هي لعبه النادي الأهلي هيسمح للجمهور فيها بما انه مش حاضر في المدرجات انه يعبر عن صوته ويختار من وجهة نظره افضل ثلاث لعبين في المباراة من النادي الأهلي ليه قلنا كده قلنا عشان يبقى عندنا وسيلة تقييم موضوعية وفعالة لحظة بلحظة وخطوة بخطوة طول مشوار النادي الأهلي نقدر من خلالها ان احنا نقيم أداء لعبتنا ونقدر من خلالها ان احنا نعرف افضل لعب في كل شهر بيخوت فيه نادي الأهلي مبارايته ونقدر في نهاية السيزن بدل ما نيجي قبل السيزن ما يخلص كده بأسبوعين تلاتة زي ما كل الناس بتعمل ونقول لحضراتكم تعالوا يا جماعة نختار أحسن لعب في النادي الأهلي فكل واحد يختار لعب بالمزاج ولا قلت لا نعملها بشكل موضوعي ويبقى عدد من النقاط بيضاف لرصيد كل اللاعب حسب مركزه اللي بيفوز به في تصويت الجماهير واتفقنا انه صاحب المركز الأول في كل مباراة بياخد ثلاث نقاط وصاحب المركز الثاني بياخد نقطتين وصاحب المركز الأول الثالث بياخد نقطة واحدة وهكذا تستمر الأمور في كل مباراة بياخدها النادي الأهلي الأمر بوضح للنس اللي ما عرفتش الموضوع من قوله ليس لها علاقة لا بمستوى أداء النادي الأهلي في المباراة ولا بنتيجة المباراة يعني الأهلي كسب الأهلي خسر الأهلي تعادل مطلوب من الناس انها تختار الموجدين من وجهة نظرهم وخلينا أقول لحضراتكم أنه وإحنا هنعلن نتيجة مطش المحلة طبعا الأداء فيها ما كانش مرضي وأنا قلت الكلام ده الحقيقة ويتحمل جزء كبير جدا من مسؤولية الخسارة فيها مستر موسيماني ولعابة النادي الأهلي بالإضافة طبعا للأسباب التانية مش هما بس اللي بتحملوا المسؤولية لكن قلت الحقيقة أنه جزء كبير من المسؤولية بتحملها الجهاز الفني وتحملها لعابة النادي الأهلي اللي ما كانوش على قدر المسؤولية في المباراة دي أنا الحقيقة تبعت تصويت الجماهير بشكل كبير جدا في المباراة وشفت أنه الجماهير اللي تابعت رغم سوء الأداء ورغم خسارة النادي الأهلي التلات نقط لكن أشادوا باثنين من اللاعبت الأهلي بشكل كبير جدا ودوهم مركز أول ومركز تاني عشان كده قلت مرة تانية بأكد أنه الموضوع ملوش علاقة بخسارة مباراة من عدمه والموضوع اللي علاقة بتقييمك لأداء اللاعبة بالتأكيد فيه لعيبة أجادت وبالتالي مش من المطلوب أن نحن نظلمها حتى لو كانت نتيجة المباراة مش في مصلحتنا واحد اتنين وده الأهم لازم الحقيقة يعني أنا بستمتع الحقيقة أنا من أول يوم من أول مطش من أول نتيجة استفتاء عملناها على اختيار الجماهير النادي الأهلي اللي لعبتها كأفضل تلعبين في المباراة وأنا مش بس أنا حريص جدا زي ما قلت حكاكم أنا بتابع عملية فز الأصوات بنفسي لكن أنا الحقيقة كمان بقيت بستمتع أكتر بردود الأفعال لأنه يبدو أنه الفقرة دي تحديدا بقت واخدة كده روح المدرج الناس فيها بتتكلم على كل حاجة بتشغيلها الناس فيها بتوجه رسائل للعيبة بتوجه رسائل للجهز الفني بتوجه رسائل للإدارة والأهم من ده ودي النقطة اللي أنا بخص بيها جماهير النادي الأهلي بالشكر هي إنه جماهير النادي الأهلي هي حاقة الصد وحاقة الدفاع الأول والعظيم الحقيقة عن النادي الأهلي حتى في أصعب لحظاته ليه بقول ده؟ لأنه في أوقات كتير بيبقى في حالة هجوم ومنهج الواحد بالخبرة بقى بيحس وبيعرف يقرأ إنه الصوت ده صوت أهلاوي غيور وغضبان ولا الصوت ده صوت مدفوع هدفه إنه يغبط في إدارة النادي الأهلي اللي محقق نجاحات على كل المستويات نجاحات على مستوى الرياضة بطولات وأنه أنا مش بس باتكلم على كورة القدم من ناحية البنية التحتية والإنشاءات والمشروعات الجبارة والعملاقة اللي حققها النادي الأهلي بس بس في السنة الأخيرة ما أعتقدش إنه فيه نادي ممكن يحققها في خلال عشر على نادي مصري يقدر يحققها في خلال عشر سنين جاية أنا بكلم حضراتكم على خطوات عملاقة قطعتها إدارة النادي الأهلي أضافت بيها كبير جدا لقيمة الكيان العظيم أو فيما يتعلق بالجهاز الفني اللي الناس في وقت من الأوقات ممكن تبقى متربصة أو بتحاول تعمل هزة أو بتحاول تعمل عدم استقرار أو في حالة استهداف لعابين معنويا فيه أوقات كتير جدا ووارد جدا على فكرة في كورة القدم في كل نادي في العالم ومهما كانت نجومية اللاعبين إنه فيه لعابة تبقى day off بتفرق بشكل كبير جدا وبقرأ وبفهم رسائل الجمهور اللي بتدعم وعايز اللعيب ده يقف على رجله مرة تانية والرسائل المدفوعة أو الممنهجة أو اللي تبع ميليشيات إلكترونية زي ما بيسموها كده بين قصين اللي عايزة تكسر اللعيب في معنوياته وعايزة النادي الأهلي يفقد واحد من أهم أوراقه عشان كده شكرا بجد شكرا لكل جماهير النادي أهلي وأنا سعيد جدا جدا عن رغم أن أبابزلش مجهود كبير فالفقرة دي الفقرة دي ملك الجماهير النادي الأهلي وفرصة لهم أن هم يعبروا عن صوتهم لكن أنا بستمتع الحقيقة بمتابعة تعليقاتكم وبستمتع جدا برسائلكم ورسائل الدعم اللي بتيجي في أوقات كتيرة جدا بيبقى اللعيبة أو اللاعب بعينه أو الفرقة كلها أو الجهاز الفني محتاج الحقيقة حالة دعم من حضراتكم كبيرة جدا وأتمنى كمان أن أدري رسالة بأجاهها أنا بالتأكيد طبعا عارف أنه لعابة النادي الأهلي يمكن متابعة صفحات السوشال ميديا بتاعت القناة الأهلي لكن الفقرة دي تحديدا فقرة اختيار الثلاث لعبين يوم بعد يوم بتكسب أرضية جديدة عند الجمهور وبتبقى مساحة أنا بستمتع بيها جدا عشان أسمع صوت جماهير النادي الأهلي وتأكدوا دايما أنه على شاشة الأهلي صوتكم دايما واصل بنغضم بنغضب محدش ينكر بنتفرج وبنزعل وبقى نفسنا أحسن أكيد طبعا لأننا جزء من جماهير النادي الأهلي لكن مهم جدا وده اللي يفرق المشجع المنتمي اللي واقف في ظهر الكيان مش بس عشان بيكسب طول الوقت ومش بس عشان بيحقق بطولات طول الوقت لكنه عاشق للكيان بصرف النظر عن البطولات وعاشق للكيان بصرف النظر عن الانتصارات من عدمها قость سلسل